أكد أحمد كوجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا وخلال لقائه وزير المالية التركي محمد شمشك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل شدد وزير المالية على تعميق التعاون الثنائي في السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية مشيرا إلى أن مصر تمتلك مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية وذلك في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وأوضح أن تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر مع استهداف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار وذلك خلال السنوات المقبلة